إذن مشاهدين تابعنا مع حضراتكم افتتاح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدن الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة بما في ذلك المخصورة الجديدة للضريح الشريف الإمام الحسين واصل سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي ثم أدى ركعتين تحية المسجد وبعد ذلك بدأت الجولة بقراءة آيات من كتاب الله ثم كلمة رئيس سلطان طائفة البهرة السلطان مفضل سيف الدين ثم رحب به سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وقام بجولة تفقدية ليشهد أعمال التطوير التي تمت بالفعل في ساحة المسجد بالإضافة إلى زيارة لغرفة المقتنيات المقدسة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استمع إلى شرح تفصيلي من الهيئة الهندسية لأعمال التطوير التي تمت في المسجد حيث شرح سيادة لواء إهاب الفوار رئيس الهيئة الهندسية ما تم تحديدا من أعمال تطوير في المسجد بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار وذلك حفاظا على التراث والأثار صحيح يا شرح تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بترميم وتجديد مقامات وأدرحة آل البيت خاصة أدرحة سيدنا الحسين وسيدنا فيسة وسيدة زينب وذلك بشكل متكامل بيشمل الصلاة الداخلية بالمساجد وما بها من زغارف معمارية وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني لهذه الأدرحة والمقامات وده كان جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأدرحة وأيضا الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية وكمان ده كان في إطار علاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة فإن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية منها أدرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين وده كمان فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر